على صعيد آخر جددت حكومة بلادنا دعوتها لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية للتحرك العملي بسرعة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة بعد مرور 12 يوما على جنوح السفينة روميار نتيجة استدافها من قبل ميليشيا الحوثية الإرهابية وقالت وزارة الخارجية في بيان لها بينما تعمل الحكومة اليمنية عبر خلية الأزمة على إنقاذ السفينة المنكوبة إنفير بيمار لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر تفاجأت بهجمات جوية استهدفت زورق لصيادين يمنيين قرب السفينة الجانحة ما أدى إلى مقتل وفقدان بعض الصيادين وتضرر السفينة وأضاف البيان تؤكد الحكومة أن هذا الاستهداف هو الثاني يعقد جهود ومساعي لإنقاذ ويهدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق وأن ترك السفينة لمصيرها سيؤدي إلى أضرار جسيمة على البيئة البحرية ومئات الآلاث من اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد البحري فضلا عن الأضرار التي قد تصل إلى محطة تحلية مياه البحر على طول الساحل اليمني